أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن التجربة المصرية التنموية في السنوات الثمانية الأخيرة وما أفرزته من مشروعات متعددة وضعت مصر على الخريطة العالمية في عدة قطاعات وخلال مشاركته في افتتاح فعاليات دورة سابعة لملتقى بنات مصر شدد مدبولي على أن مصر وهي تستكمل خططها التنموية في المحاور المتعددة تضع خبراتها في القطاعات المختلفة رهن الأشقاء من الدول الأفريقية والعربية حققت الدولة طفرة هائلة في أعداد وحدات الإسكان التي تم تنفيذها لمختلف شرائح الدخل وتتلاشى هذه الأزمة عاما بعد آخر واستطاعت الدولة بسواعد أبنائها تنفيذ 15 مدينة جديدة من المدن الجيل الرابع في وقت واحد ببنيتها الأساسية وخدماتها ووحداتها السكنية ومثلها تقريبا يتم التخطيط لإنشائها أما في ملف النقل والطرق فهو يعد هو الملف الأبرز في إنجازات هذه الحقبة وهو الملف الذي أهلنا لنكون الآن جاهزين لاستقبال الإستثمارات المختلفة من المشروع القومي للطرق إلى مشروعات القطار الكهربائي والمونوريل وجهود تطوير السكك الحديدية ومتر الأنفاق يقف هذا القطاع شاهدا على إنجاز المصريين بمشروعات استحقت دخول موسوعة جنس للأرقام القياسية أما المعجزة التي تحدث عنها العالم فهي ما حدث في قطاع الطاقة وكيف تمكنت دولة في فترة وجيزة من القضاء على تحدي نقص الطاقة الكهربائية لتصبح إحدى الدول النموذج في هذا القطاع التي أصبحت تتمتع بفائد يؤهلها لتصديره إلى دول الجوار اشتركوا في القناة